مرحبا بكم في هذا البت المباشر المهم جدا جدا يهم كل مواطنين المغاربة يجب أن نعرف حقوقنا وواجباتنا ونعرف ما هو علينا وما يجب أن نقوم بكم في جميع عمالات المملكة والمواطنين لا يعرفون ما هو قسم العمل الاجتماعي أوروبا لديهم قسم العمل الاجتماعي ونحن المغرب لا لديهم كل شيء المغرب الحمد لله لدينا قسم العمل الاجتماعي بالعملات اليوم معنا رئيس القسم العمل الاجتماعي بعملات الفداء مرسلطان سوف نسؤولها على هذا القسم الاجتماعي وماذا يكون المواطن الممكن أن يجيلي وقبل سوف نسؤولها على تكريمها اليوم تكريم المرأة المغربية المرأة المغربية حاضرة في جميع المجالات نحييوها اليوم ولو عيد المرأة داز وعيد الأم نقول عيد سعيد لجميع النساء العالم وخصوصا المرأة المغربية السلام عليكم الله رقية شكرا لفتن الزهراء للصدافة بالنسبة للتكريم اليوم هذا الشرف لي أن الجمعية فكرت أنها تكرم جميع الأطور متدخلين في قضية النساء في وضعية صعبة وزاد لي الشرف أنني كنت مكرمة مع رائدات ووكيلات وقضيات ونستطيق فتن الزهرك أن تكرم جميع الأطور وليقدرنا إن شاء الله نقوم بهم بأحسن مواجه وفي الشكل الذي يستطيع جميع المواطنين والناس الذين يستطيعون أن ندرهم مساعدة أتبارك الله عليك أن تدوي هذا ونلاحظه أن الإنسان الذين يكون هذا أوتوماتيك ممكن أن تنسبر منه وكأن القرأس كنت أوليسي هذا وكأن الإنسان الذين يكون هذا أو هذا كنت أوليسي وشكرا لن نجد القضية الرقية الحمد لله وقال هذا طبع فيه أو هذا ولكن الواحد يمشي مع الأمر بهذا والحمد لله دائما تكون نتيجة إيجابية إلى حديث يا عودي ، سيدة رقية جميع المواطني المغربية تؤسس عملاي المشي ما هو القسم عمل الاجتماعي؟ قسم عمل الاجتماعي هو تأسس إمتلاق جدالة الملك في 2015 للورش الملكي المبادرة الوطنية للتلمية البشرية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يستفد من القسم السائل للسولتك لتنظروا بلغة الخاشة لتفهمنا ما يأتي لكم؟ ارمالة لا تتخلص الموضة لا تتخلص طريطة لا تتخلص أولادها لا تتخلص الأخير لا تتخلص السجين لتستفد من المبادرة ما هي الفئات التي يأتي لكم؟ ما هو نوع الاستفادة يجب ان تخلص المغربي ويجب أن يتخلصهم تخلص المرشاح التفهم لديهم يطلبون التالبات ليس في نطقه لا تتخلصوا ما هو القصص يريدون أن يطلبهم الطريق ويطلبهم الله يحصل العائم نحن يعرف أن المواطنة البسيطة لا يكون معه لا تريد أي قسم اليوم سوف نوضح المواطنين المغربين وكأن المواطنين يستفدون منه أنا في الأول هدرت لك على البرامج جديد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولكن قسم العمل الاجتماعي لا يحدث شيئاً هذا البرنامج ولكن الأبواب يكونوا مفتوحة لجميع المواطنين نحن كعمالة نحن قسم نتواجده في عمالة التي ترأسها السيد العامل والجميع الطلبات يتم البت فيها إما بتوجيه أو ببحث اجتماعي يعني ماشي بالضرورة ما غادي نقول لك أنا رغ نخلص له الموضوحة ما كان دارج في إطار التخصصات ديالنا ولكن كيتم توجيه للقطاع المعني بالأمر أو لدوي الاختصاص بالنسبة للبرامج ديالنا نحن في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فكيستغلنها جمعيات اللي كتشتغل في ميادين أو في مجالات متخصصة اللي كتتواجب لهذا البرامج هذا ومثلاً أنا تكبرنامج ديال محاربة لهاشاشا اللي كي يهم 11 رفئة مستهدافة هاد ال11 رفئة مستهدافة كين جمعيات اللي كتشتغل في هاد البرامج نعم متوازية وفي هاد التوازي اللي كيتم الدعم ديالها مثلاً بولا بخيزة انشارج ديال الإعاقة أو لا الترويد الحسي الحركي أو لا مثلاً الدمج ديال هاد الالأطفال اللي من دوي احتياجات الخاصة باش أنهم يدخلوا يولجوا الأقسام العادية كين برامج مع المسنيين كين من داء القصر الكلوي لدينا 11 رفئة مستهدافة نعم مثلاً نعطيك مثلاً مثلاً واحد العائلة عندها طفل دوي يحتاج خاصة أو طفل ديال توحود أو لا بزاف حناك القوضي العائلات ما هي القوش اللي يقرر وليداتهم واش يجيو عندكم ولا الله؟ اهب يشور تيجو عندنا تدروا الطلاب أو تيجو عندنا ديالكتامات تنتحور معهم كنشوفوا هنا أقسام مدمجة لدينا برامج مع جمعيات ديال أقسام المدمجة باش كيتم تتمجلوا ديال هاد الوليدات ديالهم بعد ما كنت هي دياله من طرف الجمعيات ودايق كالبرنامج اللي مع التعليم هو برنامج تكميلي نحن مثلاً كنديرو لبخيزون شارج او كنديرو لكيبمون او لامناجمون ديال الأقسام باش كيكونوا أدابتة هاد الوليدات هادو باش يكونوا كيوفروا حيث الافضاء الاشتغال ديال هاد الاثر هادو مع هاد الوليدات باش كي أهلوهم انهم انهم ادامجوه لعندهم القابلية انهم يدامجوه سينو كنديرو لهم ديالات وليد فرماتون بروفشونيح حيث ماشي قاعدوا لدينا كيهم لهم القابلية انهم يدامجوه في الاقسام العادية كي دوزوه في الميدان التقني أو لكوته بروفشونيح حرافي نعم يعني بحل لبزيت بوليديا؟ نعم بطبيعة الحال وشفنا الحمد لله دكتور مريض بالتوحد خدا الدكتورات دياله غير هي الواحد خصوه يعرفين يوشي خصنا نعرفه اشنو كين خصنا نعرفه عندما شنو الأبواب اللي انطرقوه بطبيعة الحال ممكنش كيقول كييعي اللي كييعطي مكييعيش ليش شد نحن هنا الآن كان خصوصا أن صاحب جلال الملك محمد أساديس نصره الله واللي كي بذكي يعطي تعليمات للسامية بهذا الخصوص ديال المبادرات ديال التنمية البشرية نحن ما بغيناش نقاون شي واحد يعطي للمرأة أو لا يعطي الأرمالة أو لا يعطي بغينا نديرو مشاريع اللي ممكن أن هاد الناس تستفد منهم وهذا هو تدور بطبيعة الحال ديال العمل اللي كتقوموا به ودايغ احنا كنتواجد في واحد المشروع اللي اللي كي بيلك هاد الورشات هادو وهاد المواكبة وهاد الدعم اللي كتخدمه معها مع هذه الجمعية باش كتأهل لنا واحد الفئة تهييل من هاد الفئات ديال هذا البرنامج نعم اللي تولي تخدم على راسها باش كتولي اوطنوم بخدي كيف تهييل مجتمع ديالها وكتولي تهييل قائمة بادتها كتعيش عيش كريم وكتش تدمج في مجتمع وعليش لا تخدمها هنا صخورين طبيعة الحال وتهييل تهييل نصخورين تبارك الله عليك أستاذة رقية كانت تمنى ان المساج يكون وصل وكانت تمنى من المواطنين انهم يعرفوا الابواب اللي يتطرقه كانت تمنى ايضا من العملات باقي العملات انها تحدو هاد العملات اللي حني فيها اليوم ما بقيناش بغينا نشوفوا شيء عاطل على العمل اول شيء امرأة مشرادة اول شيء طفل مهمة المطارة في الاسرة بغينا الجمعية دي المجتمع المدني تتحرك وبغيناها تخدم ما بغيناش بغيناكم حبر على ورق ولا الدعم فقط من اجل الدعم كيني الحمد لله جمعية تفحى الجمعية احنا فيها للاجل محسين وطاها اول اخدث الدعم رايك يشوف هاد شيء على ارض الواقع ما كيشوفش غير الهضراء الخاوية شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تيفي الى اللقاء في مباشر اخر باذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا